غدت نجاح منظمة التحرير وفصائلها في توجيه ضربات نوعية وموجعة لإسرائيل على مدار السنوات التي أعقبت انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في الفاتح من العام 65 عمدت سلطة الاحتلال بكل ثقلها وأجهزتها على اتخاذ تدابير رادعة لمحاصرتها وكبح جماح المنظمة ولكنها فشلت حتى أواخر عام 87 حينما وجدت في تأسيس حماس ضالتها كخلاصة فكرة تبلورت داخل غرف الشباك الإسرائيلي لتكون علامة فارقة لابتزاز قيادة منظمة التحرير وتشتيت توجهاتها النضالية التي كانت تزحف بها بعمليات نوعية نحو القدس وتحرير فلسطين رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الأسبق يعقوب بيري يميت لثام عن عورة تلك المؤامرة الكونية التي حاكى خيوطها نخبة من مسؤولي الشباك وأفضت عن بزوغ حماس التي طلت برأسها على الساحة بين ليلة وضحاها كحركة تتشابك جذورها بالإخوان المسلمين حول العالم تحت إدارة وتطوير الشباك في تل أبيب الذي ما فتأ على ضبط إيقائها وتحريكها كحجر النرد وبما يتناغم مع مصالح إسرائيل وتعزيز نفوذها شهادة الحق من السلطان الإسرائيلي الجائر الذي اختزل فيه تاريخ حركة نشأت ودجنت أيدولوجيتها في أكناف الشباك حتى أشبعت بالحقد والقراهية من المنظمة وتاريخها المشرق قبل أن تباشر بتنفيذ غمار أجندات وخطط لتصفية المنظمة وتفتيت دورها الذي دوى صداه أرجاء الأرض مرسمة ذلك بتحالفاتها المشبوهة مرورا بتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول وتخريبها أي جهد سياسي كان يفضي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة ليصل الحال بها مؤخرا إلى الهرولة نحو إبرام هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال في أز رفض القيادة لصفقة العار الأمريكية فما أشبه اليوم بالأمس فمن شب على شيء شاب عليه تورط قادة حماس في مؤامرة نشأتها مع قادة الاحتلال التي لطالما حاولت إخفاء ذلك برداء الدين ونفخ نفسها بشعار المقاومة وعليه فلم تعد ملامح الرواية التاريخية لحماس سرا وإن تحفظ البعض على الخوض في تفاصيلها حفاظا على ماء وجهه في ظل هذه الشهادات المروعة والحية من مسؤولين كانوا جزءا من تلك المؤامرة التي شكلت أكبر وأخطر ضربة لإخماد فتيل الثورة التي أوجعت إسرائيل عوضا عن ابتزاز قيادة منظمة التحرير بحماس لمساومتهم على مواقفهم أمام أي منعطف أو قرار سياسي لا يروق للاحتلال وأذياله في المنطقة موسيقى موسيقى